رئيس الجمهورية يعزي عائلات ضحايا فاجعة منتزه الصابلت بالعاصمة السلام عليكم مرحبا بكم في قناتنا إذن تقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بأخص تعزي وأصدق مشاعر المواساة لعائلات الأطفال الخمسة ضحايا منتزه الصابلت الذين لقوا مصرعهم غرقا حسب ما ورد في رسالة التعزية وجاء في نص التعزي إلى عائلات ضحايا فاجعة الصابلت بالعاصمة فقدنا مع العائلات المنكوبة ببالغ الحصرة والعميق الألم في فاجعة مروعة بمنتزه الصابلت بالعاصمة فقدنا الذين اختطفهم الموت غرقا من ساعات أخيرة تنقلوا من ولاية المدية للاستمتاع بها وفي هذه المحنة القاسية واللحظة المؤثرة التي نتقاسمها مع أولياء وأقارب أصدقاء الضحايا محمودي حمزة بن قيدة صهايب أرابحي أنس دراوية علاء الدين وبن قيدة يونس عبد المطلب أتوجه إليهم وهم يواجهون هذا الضرف العصيب بصبر وإيمان وبخالص تعازي وأصدق المشاعر المواساة دعين المولى عز وجل أن يمنى عليهم بالسكينة والثبات ويلهم دويهم الصبر والسلوان